الجيش فريق طلاق الجيش النهاردة كان بيلعب مباراة على استهد جهاز الرياضة العسكري تدريبات النهاردة كانت تدريب تدريب استشفائي للعناصر الأساسية اللعبة مباراة امبارح عمام المؤولين العرب وفاز فيها الفريق طلاق الجيش 1-0 على المؤولين العرب اللي شاركوا طبعا في الودية خادوا تدريب كامل لكن طلع الجيش طبعا بقيادة الكابتن عبد الحميد بسيوني فاز على المؤولين مبارح بقيادة عماد النحاس 1-0 واللقاء الودية اللي جمع الفريقين في إطار الاستعداد طبعا كل الفرق بتستعد بشكل كبير جدا للدوري والمقرر ان شاء الله ان طلع الجيش مباراته اللي جاي أمام فريق بيراميدز وده حيكون ان شاء الله يوم 16 أغسط الساعة 8 على استاد الدفاع الجوي ويدامني طبعا مواجهات الأسبوع العشرين لمسابق الدوري العام وعشان نتمن كمان أكتر على طلع الجيش العميد أحمد المهدي طبعا مدير الكورة بنادي طلع الجيش بنرحب بك على التليفون يا فندم أهلا بحضرتك وكل سنة وانت طيب كل سنة وانت طيبك التنهاني ومس على حضرتك وكل اللي موجودين مع حضرتك ومتشرف ان يكون في هذا اللقاء موجود معاكو يعني صحت عمرك طبعا احنا بنرحب بيك وكمان بنقول ما شاء الله على شكل الفريق مع الكابتن عبد الحميد بسيوني احنا عارفين انه طولى المسئولية في ظروف صعبة جدا ودايما متطلعين ان طلع الجيش من الفرق اللي بتقدم كرة حلوة طبعا على مستوى التنظيم على مستوى الإدارة طبعا سيادة العميد ما شاء الله بيقوم بمجهود كبير جدا جدا للتنظيم بشكل احترافي كبير جدا فعايزين نتطمن من حضرتك على الناحية الفنية وكمان على يعني الناحية الصحية للعابتنا الموجودين في طلاق الجيش وصل للمرحلة ايه اللهي الحمد لله رب العالمين يعني الحمد لله ما عنديش ولا حالة الحمد لله والفرق في حالة صحية الحمد لله رب العالمين جيدة وممتازة ده ده بالنسبة لأمور الصحية أما على المستوى اللي هو الفني والكلام ده أنا طبعا يعني تعرف ان الفترة كانت فترة كبيرة قوي فترة التوقف طبعا الواحد يعني برضو يعني على يعني الآن خلال الفترة اللي جاء لازم والقلق بمزارة صحية في التوقيت اللي زائدها وبنحاول بالقدر الامكان عن طريق المطشاط الودية اللي انا عملناها واللي بنعملها لسه مستمرين فيها فيه مطشاط ودية كمان يعني كمان فيه البرنامج بتاع الكابتن عبد الحميد بسيوني فيه مباراة ودية بيستعد بيها قبل انطلاق الدوري حيبقى فيه مباراة ان شاء الله يمستبت ان شاء الله مع الانتاج الحرب انتاج الحرب ان شاء الله بجهاز الرياضة ده اعتبر يعني اخر برورة بالنسبة لنا بالنسبة للمطشاط الودية بس انتوا قددوا اداء جيد يا فن فيه مباراة تعتبر عملنا يعني مجموعة من المطشاط الودية كويسة يعني وعدة ايوة جيدة كانت على المستوى جيد اوه خطة اللي هو عايز يكمل بيه او يبدأ بيه الدوري وكمان الحالة الفنية والحالة البدنية وده مهم جدا بعد فترة توقف طويلة جدا كل مدير فني بيحاول يوصل طبعا للمعدل الامسل او المعدل الاقصى وده هيبقى صعب طبعا في السابع الاولى لكن اعتقد التواصل دايما مع الكابتن عبد الحميد بسيوني لترتيب كل الامور اذا كانت فنية او على المستوى الاداري والله احنا التعارف حضرتك انه برضو الفترة دي بقت فترة صعبة على اساس انت يعني مفروض بينك انك في جاهز مثلا ال 30 اللعيبي او حتى اللعيبي اللي هم الناشئين انك مسعادهم للفريق الاول على اساس ان انت مش عارف ظروف المبارات اللي جاية ايه فبقت المبارات اللي فاتت كلها انت بتطعم بيها بكل اللعيبي اللي عندك وعاو você connection. اوصل بجميع النعبين لدرجة بدنية ودرجة الفنية اعنى طريق ان احنا نبدأ بيها ان شاء الله مش عارب دوري خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن من خلال رؤيتك فيه بعض نقدر نقول بعد الناشئين الكابتن عبد الحميد بسيوني صعادهم للفريل أول وده كان عنوان أعتقد كان عنوان مهم جدا لمعظم الفرق إنها بدأت تساعد بعض اللاعبين مواليد 97 و 99 فيها هنشوف إن شاء الله في الفترة اللي جاية أحد عناصر الناشئين الموجودين في الدوري الممتاز من خلال طلاع الجيش أنا عندي بالفعل أنا فيه لعيبة ناشئين شاركوا معي بالفعل خلال المباراة الدوري اللي فاتت قبل التوقف يعني عندي لعيب شحاتة أحمد شحاتة في منتخب مصر عام 2001 لعيد مميز جدا 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 ده شارك معي في الوراة الرسمية خلال الفترة اللي فاتت فيه محمد سعد سمير أخو سعد سمير ده بابرو لعيد مميز جدا مساك برضو يعني طالع الأخوه برضو لعيد مميز جدا شارك معي بالفعل فيه محمود عاطف ده برضو شارك معي في مباراة كاس مصر المقاصة ويعني عندي عناصر مميزة الحمد لله رب العنين قطاع الناشئين عندنا يعني حتى رئيس خلال ناشئين العقيد محمد ما دي برضو ينبضوك كويس جدا وبيمدنا بالعناصر الكويسة قوي 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 وبرضو كده كلته أنا مش عاوز يعني أنسب الفضل كله لنستاذ رئيس مجلس الإدارة والمجلس الإدارة اللي بينساندوا الفريق بقوة وبيساندوا المنظومة بقوة بحيث نحن نقدر نوصم بالشكل اللي يليك بالمؤسسة العسكرية المحتلة دي منظومة منظومة كلنا عارفين المنظومة يا سهيان منظومة العسكرية ومنظومة الجيش دايما حتى على مستوى الرياضة على مستوى الكورة منظومة كلها متكاملة وبتشتغل بشكل احترافي كبير جدا سيادة العميد بنشكر حضرتك جدا وبنتمنى التوفيق وتحياتي طبعا لكابتن عبد الحميد بسيوني يعني إن شاء الله بإذن الله طلع الجيش يعود مرة أخرى للمكانة الطبيعية في جدول الدور إن شاء الله شاكر أفضلك كابتن نروح بقى لبردو إحنا لسه منكمل استئناف الدوري ولسه منكمل أخبارنا مع عودة الدوري بإذن الله